أما مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزرة فنشر مبارح تقرير مهم جدا تقرير بيرصد حجم الاستثمارات اللي نفذتها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرقم هو 750 مليار جنيه خصصتهم الدولة في آخر 3 سنين من أجل القضاء على الفقر نشوف التقرير ونرجع مرة أخرى لحضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة